بحي الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، الناس اللي تابع فينا كل على راديو EFM أحلى راديو تسعة وثمانية دقائق الناس اللي تابعوا فينا كل على لزوان دمتانا، على الباش فيسبوك، راديو EFM على EFM TV، على ربسات مرحبا بكم مرة أخرى، رفقوكم من تواحة للاحتشم تاع الصباح مع مك النفتي صباح النور والفل والورد والياسمين، تجيها تجيها شوية عمتلك أجوي، ريت كيفيه إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله يا ربي براسكو صلنا الأخر الأسبوع، عرفت نهاية أسبوع موفقة بارتير من توا اي إذا هولي مبرمجانتي في لكوبير ديجور خاتر من البرح والتليفون ينوقز ومم فما أجويك مربح يخي ما نعيشش أنا أور معناها الواحة التليفون وديه ديك اي كيفيش اي إن شاء الله نهاركم زين وفل ورد وياسمين كهو اي يسي دي ناس اللي تابع فينا الكل نستدعاوكم مكول puisque DigiTest و Radio YFM en partenariat avec Goubantini Cinéma organise le Cine Drive le premier événement de drive-in en Tunisie عشيق الأفلم cinémائية إيشو معنا تجربا جديد وإستثناء إيا مدفالتوش الفول ستتمتعوب ستاشيوم فرج على أحداث أفلم 2020 من كرهبكم وعلى بلاستكم برشا موسيكا وجاو وكادويت ستنافكم اكروجي وو سنتور un drive-in géant السيد بوسايد ستنافكم مزيل ممشيتش نحب نمشي ماكي في بلية انتي مشيت و أنا مشيت قلت لك انتي برة توقيت متاعك انتي أحكيني على الأجواء أجواء عالمية أجواء كبيرة برشا بالرسمي اللي عندو صغيرات ينجم يلقى ونحطهم يتفرهدوا ينجموا يأكلوا ينجموا فما سبكتاكول حلو برشا يبدأ قبل العرض متاع الفيلم فما زادة الفلام جدد الكل ما فماش حاجة معنا يقديمة حاجة طيارة برشا فما برشا أمبيانس زادة أمامتون لبلصة مزيانة كما حكينا البارح مع فاطمة على سيدي بوسعيد دونك نتصور لبلصة متاع سيدي بوسعيد هاي إنسان يحب يمشي يتفرهد غديك أمامتون يتفرش في فيلم مزيان وهيز العباد اللي عندو فيهم الفيقة بشي سألك سؤال قولي اليوم نهار الخميس باش بيك كنت تغزل التليفون ما سيدي هنا السؤال جاك تواه لي 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 اليوم نهار الخميس قديش في أوت لحظة لحظة شوف تليفون اليوم ستة أوت ستة أوت دونك اليوم ستة أوت جست نحب نقول للناس اللي قد يتبعوا فينا كل شنو ما لفيلم اللي بش يلقاهم في السيني درايف بش تلقاهم The Boy 3 و Nightmare Island دونك هذو ما اللي دو فيلم براتيكما اللي تنجبوا تبشي تتفرجوا فيهم Nightmare Island باز معنى تسه لكوشمار دليل دونك فما برشا سوسبنس و سه انترالر طيارة برشا العباد اللي تحب تمشي تتفرج و سيدي نوووته تواه ما تروحين تلقاهم في اللي سيني درايف درايف دونك مازانا بش نتواصلوا معاكم لكن تواه بش نمشي فيسع فيسع بش تكون كيل عاد على جوفانتوس يذهل لي دي ما هي صحيحة واحنا اعلام العار في تونس جوفانتوس برسمي دي ما هي صحيحة و نحنا اعلام العار كيفي و كأنها لا تنتمي إلى الاعلام و كأنها هي ما بديتش في الاعلام و كأنها هي ما بديتش في كمقدمة برامج و كيما قلنا و بديت قامة من قامة تونس اللي ذكرناها نحنا ميما لو رزموها ذي الكل ما تسمعوش اللي هي باية الزردي اللي يجاوب بنفس الطريقة بنفس الوحشية بنفس انتو ما اعلام العار انتو ما بيكم من ترجعوش لحقائق ما تبحثوش اخويا نحنا ما نعرفوش نخدم نحنا نحنا ما نعرفوش نخدمو هي تعرف تخدم هي تعرف تعطي اش فاما و اش ما فاما اللي في تصريحات كانت اعطاتها في مع زميلنا مالك و قالت ما رجعناش للاحكاية من الأول اي دونك مع مالك عوني في موزايق دونك كان حكاية انو استضاف بي الزردي و حكات على دور ريم الرياحي و قالت رو عبد الحميد بوشناق باش كنت نجم نشوف راحي في دور ريم الرياحي و قالت ري قددتو الدور بالكده ريم الرياحي كي جاوبت كي ما حكينا المرة اللي فات ما نش بش نعودو نبقاو نعودو في الحكاية دونك قالت راو كان عبد الحميد بوشناق حاشتوا بها اي راو كلاما راو كلاما جاعد لكم في ساتين فرح بعد البوب مثلا متواصل معاكم وقفنا في تندانس وقت للخبير الأول يقول دي ما هي صحيحة و احنا اعلام العار تونس جوفانتس و كي ما حكينا جوفانتس تونس نو سميناها جوفانتس تونس اللي هي السيدة العجوز اي راكاز اللي مع تايدي تحب تحب تركز نعود و متأكد من الكلام اللي نحكي فيه على خطر مفهم الخرنانة كان العجوز اي كهو باي دونك كي هون اللي بايا وحكينا عليها وحكينا علي برشا حاجات وعطينا الحقائق كي ما هي ما عجب هاش بايا الزرد هذي كلو هابتتستوري وذكرتنا اللي نحنا اعلام العار وذكرتنا بحكايات حكاياتهم هي مع زميلة مالك عوني في برنامجو كورنيش دونك و هي حكايات كي من هك ما نعم ما نعم ما تخلش لقلبك دور في نوبا ام لي بتاتخ بيع دور ريم رياحي مثلا بوسيبل نجم يوتي نجمي مش معاي ولا ونها هذي اللي حكايات خالت نجم يوتي نجمي مش معاي وزيدت كانت أكدت باي الزرد يقالت اللي هي قدت الدور بطريقة مزيانة برشا في نفس التصريح دونك نستناه بجي جينا التصريح بش مدخولش معادي ناشي ولكن كان الذاكرة باي الزرد نعاود ونقول انو ريم رياحي انو ريم رياحي أدات الدور أدات الدور بطريقة طيارة وبطريقة مزيانة برشا هذي كل عاديناه نمشي ومبعاديك اللي جاوبت ريم رياحي اللي جاوبت كيف كيف وبطريقة متربيا قالت كان شايفك المخرج في الدور راهو عايط لك معنا مش لازم تقول بلي انتي قامة اعلامية نحن اذكرناك نحن اليوم اعلام العار اذكرناك وقلنا انتي قامة اعلامية كبيرة وتربينا عليك وتفرجنا فيك في الصغرى وكان هذي كلامي عليها في الحلقة الفارض عليها اليوم نوصل للدرجة هذية شرتوه نبيا الزرد انتي تبقى دي ما قامة اعلامية بديت في التلفزة الوطنية من قبل والعبادة تربيت عليك انتي شوف فيك في التلفزة دونك منوصلوش في الفين وعشرين على خطر فما انستاجرام وعلى خطر بش نطلع الانستاجرام متاعي ولا تيك توك ولا فيسبوك نوصل نعمل البروباقندا هذيها الكل نوصل نعمل البروباقندا هذيها الكل شوفوش حكينا عليك نحن اعلام العار شحكينا عليك عليها هكا ربي يهديك وقت اللي يقولنا لو انتي قامة اعلامية هذيها مريد هاش دونك كان نحن اعلام العار ظهر ليه الكلام اللي قلناه غلط دونك تبقى السيدة العجوز الاولى في تونس مش نسميها السيدة العجوز الاولى جوفانتس تونس بايا الزرد نتعديو للخبر الثاني وقت اللي في اسوأ حالاتنا نبقى وديما السباقين في اسوأ حالاتنا نبقى وديما السباقين هذيها كان ارتيك الصغير ما يوفيش حقه رئيس قيس سعيد اللي بادر كأول دولة تقدم المساعدات وكأول دولة قدم التصريح وبيانة رسمي لبيروت وللبنان بعد الفجعة اللي صارت البارح والفجعة الكبيرة برشة اللي ناس الكل هذتنا واللي ناس الكل بالرسمي خلت بصمة خائبة من اللي صار وحيرت برشة حاجات في تونس ولكن قيس سعيد كان سباق انه بعث مساعدات وكان زاد امر انه بش يجيب مئات لبناني بش يتلقاوا العلاج واللي في تونس في مستشفياتنا ولا في مستشفياتنا الحاجة اللي تفرح برشة والحاجة اللي تفرح اكثر انه الاعلاميين اللي موجودين غاديكا كما زميلتنا عبير عبير الذوادي عبير الذوادي اللي كانت ضيفة اميمة في ستار تايم وكانت احكيت قالت انا كنمشي توا في لبنان نحس بكل فخر ونحس بكل اعتزاز هذة معناها يجي مناش يجي مكالرياكسيون اللي عملتها الدولة التونسية وكانت قالت رغم من ضعف حالنا رانا بالرسمي نحنا في اسوء حالتنا والله برش عباد يحكي بارابور للدول العربية الاخرين الكل رانا في ثورة وفي مشاكل اقتصادية في مواجهة الكوفيدي ازناف وعنا مشاكل سياسية حارقة في البلاد ومعناش حكومة وعنا حكومة تصريف اعمال ومزنا نستنيه في السياسيين بش يهداو وعنا مشاكل ما بين لطفي العبدالي وسامير وعابير موسي وبيز زردي من غادي تنبر وبيز زردي تنبر علينا انا برشة مشاكل في البلاد وبالرغم من هذي عمال قيسة سعيد ما خمامش في هذي كل حطوا على جنب وهز تلفون وكلم رئيس لبنان وبعض طيارة لقطة تشكر فتذكر ومامتون ان شاء الله يا ربي الاعلاميين التوانسة واللبنانيين الكل يكونوا بخير ونعمة ويكونوا ملابس عليهم ان شاء الله يا ربي ويطامنونا اول باول ربي يحفظ لبنان ويحفظ كل العالم لانه صحيح هي فاجعة صارت البيروت وتلبيرحة تقريبا اليوم قاعدين نشاهدوا في مجموعة من الصور من قتلة من جرحة من ناس اللي فقدت ممتلكاتها من فنانين اللي خرجت تستغيث دونك اليوم بالحق اللي عملوا قيسة سعيد كان من السبقين ويشكر يشكر عن جد يشكر فيذكر واللي ما يشكرش الخير هذية والعلاقات الدبلوماسية اللي قاعدة تبنى حتى ولو انه لبنان فمبر شعبية تقال لك لبنان مش نستفادوا منها نحن مش لازم نستفادوا ونحن عنا عنا اليوم علاقة عربية ما بيننا وما بين لبنان اللي تجمعنا اللي تخلينا نعملوا اكثر من هكاية وكان جاي فاما عنا ما اكثر رانا عملنا يمكن استقبلنا ألف ولألفين ولكن هذاك هو الحد متاعنا نستقبله مئة وكاو نتعا دول الخبير الثالث من يشرع للعنف في تونس فما فيديو دار البارح برشا على امرأة تونسية تعرضت للعنف الشديد على يد قوات الأمن خلنا نقوله والفيديو هذية دار وبرشا وبرشا ضرب وبرشا معروك ولكن من بعد لك كنت أنا تصلت شخصيا بالمرة هذية وحكيت لي الحكاية كيفاش بدات وكيفاش مشيت وشكر كبير لزميلنا أسامة سافي المعد اللي جابنا فيديوهات أوثقوا الواقعة من الأول نحنا خطر نسكلت شكات من الفيديو اللي صارت وكيفاش مرايس سير لها حكاية هاو بش نحكيو عليها العنف هذيك ولكن بدينا لحكاية من الأول وتبعناها كيفاش صارت إنه هي بادرت بالعنف اللفظي مهما كانت معاملت العون الأمن اللي مقابلها خطر صار برشا عنف لفظي اللي مقابلها طبيعة كيف كيف كيم الملين بانسان يتحكم عليك بالعنف اللفظي كيم اللي يتحكم عليك بالعنف المادي اللي هي حاجة بالرسمي يتوجع وتغيظ أي إنسان اليوم أنا اللي حبيت نحكي عليه من يشرع العنف في تونس راهو اللي قاعد يشرع في العنف في تونس مجلس نواب الشعب ولا مجلس نواب العالم وخليه ونتحمل مسؤوليتي في الكرام خطر العبيد قاعد تشوف في إيماج متاع كما حكينا الكريم شونتية متاع المجتمع من يشرع القانون ومن يسن القانون ومن يناقش القانون قاعدين نشوفه في تهاكم لفظي وعنف مادي قاعد يصير بشي أوتوماتيك ما بشولي في الشارع والحاجة البزار انه في الحكاية اللي صارت البارح انه العنف اللفظي اللي صار من المرأة ما يبرروا حتى موقف وحتى أكت تصير من عون الأمن معنى نجم عون الأمن حكاية ولا تكلم كلام نحن مرين يشي ولكن نتبعنا الحكاية من الأول المرأة كانت احكيت بالطبيعة على الموضوع وحكيت لي الحكاية كيفاش صارت اللي صار من بعد لك ما يبررش زاد العنف اللفظي اللي صار كيفاش تعري مرأة في الشارع كيفاش اليوم تشد مرأة بالطريقة هذيك فما قانون متاع إيقاف أمان رونا تعظم العالم رو قتلي في أمريكا فتم إيقاف مواطن أمريكي وحت ساقه على كرومته والمواطن شدوه يسرق معنى موش غراف أكثر من العنف اللفظي وميت تقلبت الدنيا وصار ما صار بطبيعة لقدر الله كان صارت للمرأة حاجة شنو بش يكون جواب الأعوان ووزارة الداخلي لقدر الله بطبيعة رانا منبرروش أنه المرأة غالطة من الأول بش أنا راني لاني مع العنف اللي صار اللفظي لاني مع اللي صار العنف المادي هو مفروض راو ديما لازمنا نحاول ونطيحه سخطوف الشارع مرات عبيد نسي وقل رجال يحكيوا بكلام بذيء وتصير بمشاكل من نوعي ذي مسيرش نهاجي وروحنا ونحاولو أنه ما يكونش فما كالتيكو تاك بين أعوان الأمن ولا بين المواطنين حتى بين المواطنين وبعادهم على خاطر العنف اللفظي بش يولد عنف لفظي زي دا في اللول ثم بش يولي ميدي وبعد بش تولي كارثة ونشوفو مثل هذا اللي صار مع أنت في الأخير كي أنت واحد بش تقدح في رجولتو وإلا بش تسبلو عائلتو ما لكم بش يرجع ردة الفعل بش يرجع ردة الفعل ولكن اليوم نحكيه مع عاون أمن ومواطن فما ترتيب معين تو أنا مانيش لابش اللوم على هذا هي لمرة جاوزت حدودها وكانت فما فيديوهات صورها عاون الأمن وهابطت عند الصفحات لنقابات قوات الأمن أنت صورت ووثقت حاله ونتصور أنهم اليوم كي حابوا يوقفوها عندهم الضابطة العدلية ونعرف القانون معنا نتصور اليوم كنت لب تعزيز وتبع القانون بحذافره يخرج البطل هو اليوم وما يصيرش هذي الكل وتتعاقب أشد العقاب لمرأة ولكن اليوم وقت اللي عملنا هذي الكل سيبان أسقطنا اللي فاتي الكل نحيناه ولا تهكم مباشر ولا اعتداء بالعنف وفكوها من قوات الأمن ما يجيش عيب عيب على المرأة وعيب على الأعوان اللي قاموا بالشيء هذي عيب من الشيرتين بالشيرتين بالطبيع يلتيك الساحة مكيهدي كانت تندانس بين السمال اليوم ما زلنا بش نتواصل معاكم من السينيدرايف مكيهدي شنهزك في إفنمو ما هو الإفنمو؟ اسمه كروز لايف ستايل اللي هو إفنمو دموت بشوي صبرا جميلا صبرا جميلا على خطر حديثنا في الستوديو سي أنيس زاروخ مرحبه ومدام سالما جابري خيري مدام سالما خيري ديركتريس جنرال مرحبه بكم مرحبه بكم وطاتنا لليو أترى جميل دائرة جميلا جميع آنسا عايدا آنسا عايدا يسأل بالمجانبين وفاة كاملا اخفي يسأل برطاقة ممتع هباركة ترجمة أرافك فقط وفاة يسأل بالمجانبين يسأل بالمجانبين بالمجانبين وفاة أ行ب بالمجانبين كامليون كرياتيون وهي أفضل بيرو كمليون كرياتيون هذا فيما يخص لكروز لايف ستايل اللي بشيسي في المارينة جمارت نهار 12 أوت 2020 سي أنيس هالإفنمان هذين تصورك استقبلتو بصدر حب لأنو انتي من اللي جيت حدينا في ستجو دونك من الفترة الفيتة وحتى في بريود الكوفيد قعد يدز على لل على اللي واللو البمتائي لتمتع المتعلق الى يوتين كلب هذين لكن هذين الى توريزم دونك لين نقول بشواء بشواء اللي نحبو علي داللي اجتما الفكر هذا كنت أتخابت فيها ومدام سلم يوجد فيا دجاء وناني بعد بحكم أن فم أباركة دروف و الفكر جيتنا في سيف donc ننفاپ أولا كل نحب ولكن فراح فو ينفاو ممن الممكن فمانو جلبية نعم نعم يتم تلك الوقت كنفتيارات على الخطة وهناك جديدات في مدينة فالتالي كريسة لتصفحيات في مدينة فقد نموح لديهم على الأعبار وقفتهم لقد نموح لديهم من المدينة فقد ذكروا كنتموح لديهم وقفتهم على الأعبار فهما يؤلون أنيك من مرادات أو المعروفة مع زوز يؤدي الجياسي يؤدي في المغرب ويؤدي في مرادات ويؤدي في مرادات مرادات في مطلع ملكة ويؤدي في مرادات في مرادات مرتبعة وهنا الأعب مفكرة ويؤدي في المحب التعديل البرد هم أعرف يقولون الأخوة في المرادات en الترعب فإن كنا نعلم بكثيرات عن الأخوة المخلوقات أخري ويؤدي في سجل هو التوينيون نريد أن نعلم أجلبهمiga ويأتي في المرادات نستغل لها تسكير هذه تعال الحدود تعالى تعالى و الحمدلله توجد كمانا تاريد نشحت توجد كيف كيف توجد هناك اولا ان شاء الله توجد لديه مجمع سنجد مجمع أرادة مجمع المحب شديد مجمع توجد مجمع نسجد وأنها فهمت نفسه يكون يكون طفلية وأنها كذلك قد تذكر البلد و يجب أن تذكر بالمعنى الأعلى من المدولة وقال، فهمت من الأشخاص يسألون أنه يسألون أنه يسألون أنه يسألون أنه يسألون ويسألون ويسألون التلبسهم. وفي كان ي liebe موفق وفا من موفق وفي في، موفق وفا من موفق بالتفاق من المستقبل في فى الابت الدينها ملعا بالوحيد السعرية والتنيع مرحبا مرحبا ما يختار البرمجة يوجد ما يتفعل كلها نحن نتحدث لوقت الغروب عليش خاتر السفاة دوني المارينة شبابة برشا في الوقت ادي دونك انا بروفتي دكوشي تصلي لكي يكون ستة ونص ومن بعد لشو اللي مام بيش يكون من سبعة ونص تلعشية حاتيش لعشرة غيرباء وفي الليل كيف نفرحه بضيوف لانا انا بفاء ان كوكتيل جينتوار باش لعبادة كالي يشانج اسي راحنا مابين لبلزانسي ولكرياتور والذيوف اللي حادرين بحدينا في في غمارت اللي نوعدو مديوف اللي لشو اللي لشو اللي باتتر ديزان exceptionnel إن شاء الله إن شاء الله donc هدا هو لفينمان دو مود لكروز لايف ستايل اللي بشيكون في المارينة غمارت نهار 18 août 2020 ياتي كساحة سينيس زاروك président غمارت يوتين club مرحببك ومدام سالما درغوث خيري ديريكتريس جنرال دو إيغل كوم إيفانت مرحببك 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 على الحضور مازلنا بش نتواصلوا معكم الناس اللي تابعوا فينا كل الراديو يفهم وقايت بش نمشي واللايف كوتشينج جت في شعارها مازلت مازلت جت في شعارها أشكول هذي سابرين ملأشكول سابرين كامودي اسباح الخير اسباح خير نقلت جات بجنبي ريت كيفاشا ما عادش نقلت جات بجنبي فم أفم أفم أينانيك دوت بارح حكينا فيها عليك يا يا والله ولا مشهور ولا مشهور ما كنقولك بش فليت مشهور بش بالمئة واحد البرح بدنا بش نخدم معدفين تعنا انا وفرح اي دوك بش نخرج نخدم في اخر العشاية غزرت لراجلي قتلوا اسمع شو نحكي لك حكاية قالي شو قتل تعرف مكي قالي تون كوزن قتل لي خطر عندي والدخال اسمه مكي قالي لي قتل لي مكي اللي يخدم مع اه قالي مكي لرقات في الكار وعليك يا مكي وعلي هذا مكي نفتي لرقات في الكار بو بي واحد كيلو دوك ومازل في الدفي متاعو بش نتواصلو ونشوفو للغزلتات نحنا زدى بدينا في الدفي راو نحنا بدينا في الدفي بليلتة تصوير الجرح بليلتة تصوير الجرح نحنا بش نعملو قد اتوز 66.6 قد اتولك 164 كملها بمسالش ما عنديش مشكل نرى ما عنديش مشكل ما عنديش مشكل المستمعين يحبوا يعرفوا برشا انا نحب نطايح 6 كيلو 6 مية لحظة لح قدي صديقي بالرسم يقال لي انا نحب نشوفها راح بن عمار قتلو يجى معايا نشوفوها مرحبا بي انا دفانو راهو بقوة فان اما كل واحد دوستيل دفانو مرحبا لا عاد سيبلي سابرين انا نبدا في الموضوع ونتي ترجع بيا من توالي بجا اللي ما بش نحكي قصة للميكرو بش نحكيه بش نحكيه في اللايف كوتشينج مرحبا والا البروبوسيشيون كانت انو فما بش عباد عندها ديزوبجيكتيف اه تندر والمشكل اللي يمكن فما بخل ديما نقول لنا ديما نقول اي خلي غضو بش نعمل كل حاجة هذيك دونك فما مقولة شهيرة تقول لا تؤجل عمل اليومي الى الغدي اليوم كيفاش نجمو نخلطو مع انتها اوناتان لزوبجيكتيف متاعنا من غير ما نقعدو كل البخل هذيك متاع كلي خلي غضو خلي بعض غضو دونك اليوم بش نحكيه وعلى النقطة هذي في اللايف كوتشينج نايف هي اوفاة الكلمة بالفرنسي اسمها بخوك خستيني انا بدي راني عرفتها عندي مدة قصيرة عوامل تالي على خاطر كنا دايغ كي كنا صغار تي امك تقول لك خامل بيتك مع مرة ما تقول لك خامل بيتك نهار لحد جاي برا خامل بيتك تاوى دونك وحنا صغار ترابينا على الحاجة اللي بش نعملوها نعملوها توتسيد دايغ المقولة اللي قلتها انتي كنا كبرنا بيها لاتو اجل عملنا اليومي الى الغدي معامرنا ما كنا نعرفو قيمتها خطروا رانا لباران يحثوا فينا ويدزوا فينا باش نعملو كل شي في الوقت وفاتحنا عليش نكاركرو ونبخلو على لا يا خاتيك على الخر يرقو البرك في الكاركة هاو بيهي عليش احنا نكاركرو جاني غالما تقانا معينيش وإلا الحاجة اللي بش نعملوها تطلب بارشا افوخ اي ما غيالما ما تلقاش واحد يخلي الغدوات ناس نساء على فيسبوك ما تلقاش واحد يخلي الغدوات يقول تاو مش مش كنت نتفرش في التالف زا غدوة ولا تمدلو طبع شوك لايه ليسيل اشتاونيك لغدوة حاجات السهلة والبنينة والتحفونا نعملوها اليوم اما اللي تطلب افوخ قولو خلي الغدوة خليم بعد تو يجي وقتو وانا قدو اي مش عطيكم سي كنساي اي افت الحاجة اللولة الفاموز تو دو لست ناس كل تسمع في التو دو لست نعمل تو دو لست باش نتباح او هذي كهية باش تكون البلان داكسيان تايلي باش نشوف روحي شوين وصل افت في التو دو لست مهم جدا انا نكتبو الحاجات اللي زيبنا نعملوهم مكنا عملنا حاجات ديجا نكتبوهم ونشطبوهم خاتر لفات اللي انتي تراف الليست حاجات ديجا عملتهم وشطبتهم سا فات تنكواجي باش تحفك انك باش تزيد تقدم و تقول ليا خليني نزيد نعبي التشتيبات متاعي في الليست انا لطو دو لست دي اعرفتها في فيلم اسمو لسه لسهت شوز افر 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 مي ترانة او تفرج تفرج فيها فت 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 بلاكس نقول لك حاجة هو وحكينا فيه الموضوع في القوف راهو المراه 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 في كل عمر متاحة عنده تعمة عنده عنده نشوة عنده كل المراه في 30 محليها والمراه في 35 و 30 محليها والمراه في 40 محليها هو هذيك النوضش حتى الراجل كيف زيدا نفس السييرة نفس الشييرة نفس الشييرة الراجل كيف المراه مكي عمر و قدي عمر طبع هليت ما يحابيش يقوله لا ولا لا أنا ما قلقنيش أنا ما قلقنيش حتى أنا ما قلقنيش عشبش يقلقنيش عشبش يكتشوف الشي في ضفر الشي أنا 25 أختيكس اين 18 20 أيام تيتيسي 41 20 أيام 20 أيام أختيكس ها أختيكس و تيفياء أنا تيفياء 41 40 نفسي أنا 36 أختيكس هاي شخص بلقي ما حمش يقول 32 نعم اه طبع نكا نكا هاي نرجع لطودوليس كما قلت لكم لفات انك تكتب حاجات وتشتبهم دونك فيزيوالما تشوف اللي انتي تاكمبلي كلك تاج دونك يشجعك بش تزيد تقدم اه أختي كي ناخذوا هدف على حاجة بش نعملوها الهدف نجزقوه لبارشة هدف باركزمبل ماكي قال بش ناحية 20 ولا 30 كيلو من عش قديش نعم لحكية الكونراء 10 كيلو نعم لعشرة كيلو مكش في ناحية بين عشية وضوحها مكش ترقد غدو صباح تلقى لحك ناحيتهم دونك مش تعمل هدف دجا تقول ايا شهر هذا ناحية خمسة اللي بعد وخمسة تعمل املاحة اللي هو املاحة 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 نحن نحن نعمل شوية رجيم رجيم املاحة مي انتوليكا تكرى املاحة ماتبديش في المهموطة تقول هاني باش نعمل وكا هو انت ضعف مش في جيه واحدو املاحة الثالث كونسي نبدو ننصح انت ديما نبدو بالمهمة الاصعب خاتر انفو اعمل 13 لابلو ديفسيل الاخرين باش يظهروا سهلين املاحة انت تعمل المهمة صعبة وتكملها باش تلقى انت تبدو راضي على روحك الصعيبة عملتو دونك اللي مزيل الحكاية فارغة تو يكمل نلوجو على الستارترز هما الجميع الاتليتيزم عندهم كل ستارتنج بلوك عرفتو كل يقعد عليه باش كل حكام يعطي ديباغ يدز روحو وينتلق في الكوخ سمتعنا احنا زي دا يزبنا نلقاو ستارتنج بلوك سمتعنا اللي هو ستارتنج بلوك نوفره ظروف الملائمة اللي تلزمنا الكل باش نعملو التاش اللي عنا باش نكتبو منمشيش نقود على بيرويا بعد قول اه نقصيني اوراق نحضر لدوكمون بتاعي بجنبي نحضر دبوست المي بتاعي نحضر قهوتي لنخليش حتى أن اللي بشي لهي اللي هو يواصلنا لنقطة الخامسة هوما نجنبو لدستraction كي نبدأ نعمل في موهمة ماذا بيك تحوتي لفونك silencieux ما تقولش اه حق اللي إزمدي نقرأ ايميل يجي عبد يطلب منك حاجة تعالا ما تقولو للي وفاسر له كلاغمان راني عندي موهمة توا باش نكمالها ديك نكمالها نجم نتلهي بيك انسويت نعملو ان بيلان متاع وقت شنوه اللي بيلان متاع وقت وفيت في اخر نهار نعمل حوصلة على اللي عملتو في قديش وقت عملتو لفيت انك تعرف في قديش وقت عملتو يخاولك بشتعرف إذا كان ضياعت وقت ولا لي وقت كنت لبلس productif شنوه اللي يقلس في اللانسيم تاك خات ساعات نبدأ اللانسيم وروحنا في حاجة ومبعدك تبدأ الموتيفاسيون تيح البيلان زيدا يمكنك بشتفهم شنوه التعديلات اللي يزمك تعملهم في نهارك بش تنجم وروبتميز الوقت متاعك وتشوف شنوه اللي صعيب وشنوه اللي مش صعيب وكيفيش تعطلت وشنوه اللي معتخليك ما تتوصلش للاخر وبيانسور نقطة مهمة جدا اللي هي الكنسيم اللي احنا انسو ركمبانس تعلموا انن نشكروا روحنا نكيف روحنا كي نعملوا انتاش ونكملوها مي بانسور البوز هذي الريكمبانس هذي من نعملها كان سي اي سوالمن سي سيكملت التاش متاعي سينا ما عندش شتابت التو دو لست متاعي مش مش تو دو لست اه 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 في كل مرة في كل مرة اعمل انبوز خمسة دقائق اتغمو اشرب قهوة اخرج اتنفس او ارجع هذي هاي الريكمبانس اما تقول لحن نعمل امتيت بوز وتناجع مع عمرك ما ترجع تخليها الحكاية محلولة هذو ملسات كونسي باش من اجلوش عمل اليوم الى الغادي والطبيعة هه انتي طبخ فيهم اينا ما نعرش برسمي طبخ اينا عائشة تتبعهم باش انتي تكون ناجح في حياتك انا تجاك عرفتك انت انا ناجح تجاك اوه اوه يزي سيبون قول الصباح ملالغت في الكار الناس اللي تابعوا فينا الكل مازلنا باش تواصلوا معاكم انا خطر نحبكم ونعزكم باش نمشيوا معا بعضنا لديكم باش جوغ وياحذر معنا محمد تيسير نعدي صباح الخير صباح النور صباح نور لجميع مستمعين محمد اللي انتي كل صباح برجولية تعطينا برشا واليوم بجتازنا الكاب سبيب اي احكي لنا اليوم في الديكوفير نحكيه على مدينة المتلين اي يوم يقولون المتلين تحديدا الجوابي هكا تابع المعتمدية رس الجبل من موليد بن زرد تبعد على مدينة المتلين هي شبه جزيرة نلقاه البحر دائر بها من 3 شراء شراء لولانية على يمين نلقاه شط مامي شط مزين برشا ربال لس رب وبحر متاع عائلات ياسر ام وبعد الفوق نلقاه كاب سبيب هو بحر سخري ورملي في نفس الوقت وقبل فما غاب مزين وعلي صار نلقاه بحر اسمه وراج جبل اللي فيه الأربعة جوابية اللي بش نحكيو عليهم اليوم داك كلهم موجودين في جبل ويطلوا على البحر ما نلقاه زيدة فم ميناء تقليدي للبحر ياسر مزين نجمو نشري الحوت فرشك على صباح من عند الحواتق نلقاه نلقاه زيدة القرنيت والمناني والحوت اللي عيش برشا في الحجر الخاطر اللي بحال بش نحكيو عليها اليوم فيه برشا حجر نعاش تشوفه في الصور واللي نشوف في الصور الحاجة من المزينة اللي تميز جوابي هي الأنفاق المائية اللي قاعدة تتشكل في وسط الشط الصخري اللي قاعدة تعطي نحكيك عن تعرب جمالية كبيرة برشا غير عادية للبلاسة اللي جيوها الزوار من كل بلاسة في تونس تلقاوا أربعة جوابية مختلفين على بعض كل جيب يأذن من الأخرى ناس المستنسة بالغوص تنجم تهزل الماسك متاحها وتعمل سنوركينينك برشا أحواض مائية تكلت من الحر و الجبل تحت الماء تنجم زيدا تشوف الحوت يعوم معك حاجة اللي نحب نحذر منها الصغيرات اللي ما تعرفش تعوم اللي جوابية اللي هم الحواض الصخرية هدوما مختلفين شوية قاسة تنجم موجة عالية لذي نردو بيننا على بعضنا ومنعو موش في وقت تقتل بخاي الحاجة المزيانة الأخرى اللي الداخل في وسط الجيبي الرابعة تلقى دو قروت مزياني تدخل في معنا واحدة في إذا كان عند طور شوال حاجة وبعد تلقى تفل في آخر النفق النائي حاجة نعرفوها كان البنزار طيار واسم البلاسة ديموس الحلقة الحلقة هم يقولوا لك هاي هاي لك هذه هي البلاسة متانة اللي هي جوابي سي بنزار حاجة تركب 66 كيف شخص حاجة طيارة برشا سبو أنا محمد تيسير أنا شوف كان معايت لكش المشيش من هنا لأخر المشاورات نضمن لك لأنا نمشي لدار الظيافة لا نمشي لدار الظيافة مش اعتصام بركة نفرضك بأي طريقة كانت تحريك غير يا اسمو مثال يلزم يكون في وزارة السياحة ما هوش وزير على أقل مستشاء مش كاتب دولة يودي حطوه على أقل مش عارف أنا وزير السياحة الداخلية نحن نحبوا نقصوا في الوزراء وانتي تزيدنا في وزراء تزيد زيد على كهل الميزانية حطوه مستشار نتصور كان يكون مستشار مستشار بالرسمي فعال خطر ينجم ينفع السياحة ينجم يبيع ينبيعه الحكايات هذو ما ريت تتباع للسياح ماش أوكي السياحة الداخلية مش تدخل فلوسه ولكن اليوم وقتلين نحكيه على السياحة الخارجية ري هي من أهم الحاجات هكا ولا محمد تيسي هكا هكا بالجدية بالجدية كلمك صحيح على خطر توقيم تراو بارشة توينسا من عرش أنتو ما إسك زورت بلسة اللي حكيت عليه والله ما نعرف ما نمحطة بلسة راو بالحق راو بارشة بارشة توينسا ما يعرفوش عنها راو المثلين بلسة من زينة ببارشة بارشة خاصة انتي تبدأ تمشي في السنية متاحة تلقى كنعورة انت على هوية ذيك لتولد الطاقة الكهربية راو حاجة من زينة عن الأخر عن الأخر سنية سلاحية بيتم معنى الكلمة تلقى زيدة الفلاحة يعمل كالاقصب وكل شي ما انت راو تبدأ تمشي في السنية تسروحك بالحق منش في تونس لنحبيت ديما نحكي بكم طوى على شنال والشنال الغربي ونحكي مع انت على بارشة حاجات من زينة إن شاء الله نبدينا طوى العشرة يوم لولانين نحكيو على البحورات إن شاء الله وعلى الديكوفيرت في الجنوب راو عنا برشة محمية طبيعية مزيينة برشة في الجنوب وعنا برشة قصورات في الجنوب حاجة مزيينة برشة برشة يعطيك صحة محمد تيسير النهدي مشكور على كل هذي التوضيحات كابزبيب هذي الديكوفيرت دي جور باش نمشيو مع بعضنا للبوب ومبعد راجعين جعن لكم في سهتين فرحة تسعة وواحد وخمسين دقيقة معنا ذاك عالش خم تسمع فيك هيا تاورايثة اثنية باي بسنا بشتواصلوا معكم ونس يتابعوا فينا الكل بش نمشي ونحكيه على مؤسة البرتون سكول اللي كانوا حاضرين معنا في فترة سبقة لكن اكتر تفاصيل اليوم يحضر معنا سيموحمد امين بن عمر مدير مدرسة البرتون سكول مرحبا بيك عسلامة مداما عسلامة ملي اسمع فينا كل وحاضر معنا ياسمين حمدي اتوديانة في البرتون سكول مرحبا بيك عسلامة نحن نحكيو شوية على البرتون سكول لسيستم إدوكاتيف هذي هيا شنوة اللي توافرو في البرتون سكول السلامة البرتون سكول البرتون سكول c'est une école جاية من الامريكا donc الالتكريا في سان فرانسيسكو par دو فرانسيس كنو يخمو في لنكادي نو في دوكار دوكار جبانس دوكار إذا كري الكل هذي عليش خطر قاو اني اللي يخرجوا من لسيكل دانجينيور في امريكا ما هومش ديركتما حاضرين بيش يخدموا في الشركات دكار ما معنى انتا معتالي تخدم في الشركة كبيرة كما جوجل يخو واحد فخش مو ديبلومي لازم يحط له ستة شهور انسيور يخلص سخطة فلوس باش يفرميه باش ولي يخدم ولي ديركتما كاببل بيش يخدم في الشركة دك قالوا كيفش نجمو نقصو هيدا ومامتان حلوها لنسيكل خاطر لقرايا في امريكا سكوت تخي تخي شير معتال العباد تخو معتال اكبر المشكلة توا عندهم في امريكا هم اللي بخي يتوديون اللي هم ديسم فرامينوز ومش شعر فواتكو نهار بشيخوا لسوال امش بشيخوا لسوال لنبي خي زه يتوديون نقصو لنمو دك لنمو ديسم جديد نوواتر يجب عليك امش بشيخوا لنظم امش بشيخوا لزهر ومممتم يعملوا وممارة كار دباطا أمج بشيخوا لنظم جوغل والينكودي أو من في أو من جيد الكبير هذي رغلة إجو كلا يجب عليك بشيخوا لذي رغلة لنظم ديسم موسيقى 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 عليش اختاروا تونس بالذات في إفريقيا? عليش اختاروا تونس بالذات في إفريقيا؟ هذا مهلا بالسؤال، نحن نرجع على على الهائية ها، ها، ها لا لا، على المتحدث لي ما ترحلها قد تخرج أحد يفعل ان تحدث أحد بحاية التكنيسيا نحنا الفان تلك المتحدث في التواصل المتحدثي نحن بنكون لديكم ياسمين نحن لديكم فى معنém و هذة ما نحذروو فيه، نفهموه في اللباس وماتريسات وكالكوم و لا شو نشوفوه الملاذيان RGB 참عون رأي لفايلك ام نصر بشأنه sheet لكن الشيطان انهمunu يفعل وقت ايضا لكذا لا يسالك وعشرح جيدت إنكانvikنا seens January أبيان كنتهي لانها لأنني أساساء كذلك أما أردت إلى تونس و Retailتيه في ب confront 남드�umb ولكن لك عليها لدينا أساسي لدينا منظمة العبر السيجوندار محلول للناس الكل المحلول للناس الكل القرية في تونس المدينة ستستطيع الهدفة نحن لدينا التجاوز الناس المعارجة لدينا مفتح على التكن عربيت صحيح حسنا نحن أن تفرح اليوم أن تشجع العباد بلكمعات كتابة حسنا نحن أن تخرج البرة و تقرأ الأنفرماتيك و تقرأ الحكاية هذه حسنا نقوله ما هي الدجا موجودة عنا نحنا في تونس و تونس كانت سباقة في الافريقين أنا ياسمين حبدي أتودانت، بشتا حكينا على التجربة التي حصلت لها أنتي من وقتك في أول بيرتونسكوين؟ سبتمبر 2019 J'ai eu ma licence en 2019 لانفرماتيك ثم كانت اختيارات كما في مستر انجنوري شفتي داالترنانس ثم كانت بول بيرتان كان عامين معنى عام pour les fondamentaux كما قال وعام ثاني سبساليتي تختار ماشين لرنين اعرف اللي تحب لو لفل donc جيته vraiment كوريوز بشي تسألتهم كل شي وكبت نقرأ براية جيته جيته bourد كوريوز beach يعرف creations ذكره انجنوري القرايا في تبعات قبل لم يكنится بزي جملة على المساعدة معنى سيفلتغرير بينما نخدمون على الأوراق معنى ها ا virtue ما هي مالتغرير Ye معناها نعلم في بعضنا كل أبريشة كبروجي نعاون بعضنا معناها الكنسيبت اللي مش فهمين هم نفسرهم لبعضنا معنا معناها السيستام بتاعنا بازي على سكور معناها كل بروجي تاخذ عليه سكور وعندك معناه لازم ما طيحش من سخطان نيفو معناه ديما هكيك بي سيمو حامد أمين بن عمر فقط الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا للالتحاق بأول بيرتون سكول هل فما شروط معينة لازم كنين عندي ميتريز وإلا ماستخ في حاجة وإلا بكالوريا أعطينا أكتة تفاصيل ميتريز وإلا بكالوريا نحنا نقبلو الناس الكل نقبلو الناس الكل ميتريز وإلا بكالوريا في المدينة الأخرى يت record في المنزلات للجسد الإجتماعات المنزل تتكمن على مدينة المعارضة هناك مئة الأمل أن تتجاز أعلمت لاحق تبلغ الانتقال من تقلل لها الشيكي هذا الشيكي يتحدث في المترجمين لدينا نصل على المدينة الأشخاصة للجسد لأدرانه للتفاق في المطارم المدينة اشتركوا في الانفرماتيك اشتركوا في الانفرماتيك اشتركوا في الانفرماتيك